سيناريو مرعب تتخوف منه القوى الديمقراطية في أوروبا إذا ما تحولت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى قبضة اليمين المتطرف لأنه سيحول خطابه القومي المتشدد إلى تشريعات تفكك الاتحاد فبعد أن حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية المتشددة في دول أوروبا نتائج كبيرة في مختلف الانتخابات ووصل بعضها إلى الحكم أو شارك فيه سعت هذه الأحزاب إلى توحيد جهودها على صعيد القارة العجوز وبدأت تنسق فيما بينها ليتحول فعلها السياسي من النطاق القطري إلى الاتحادي ويتصدر هذا التحرك وزير داخلية إيطاليا وزعيم الليغا القومي المتشدد ماتيو سالفيني حيث استضاف مطلع نيسان الماضي اجتماعا في ميلانو الإيطالية ثم أندرس فيستسن عن حزب الشعب الدانماركي وأولي كورتر من حزب الفنلنديين الحقيقيين ويورغ ميوتن من البديل لأجل ألمانيا ليعلنوا عن تحالف جديد يدعى لإنقاذ أوروبا ويسعى التحالف الذي يعرف إعلاميا في أوروبا باليمين الشعبوي المتطرف إلى تحقيق الكتلة الأكبر في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة القادمة القوى اليمينية وظفت ملف اللاجئين والمهاجرين والمخاطر التي دابت على تغذية مناصريها بها عبر وسائل الإعلام التي تتحدث عن تغيير هوية أوروبا من المسيحية إلى الإسلام والتي أنتجت موجة ما يعرف بالأسلاموفوبيا التي تحولت إلى ظاهرة غربية عامة وزير الداخلية الإيطالي رأيس حزب الرابط اليميني المتشدد ماتيو سالفيني أعلن كذلك خلال اجتماع تنسيقي جمعه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تشكيل ما أطلق عليه تحالف أوروبي ضد الهجرة وارتفعت نبرة التحريض في المؤتمر الصحفي الذي ضم عملاقي التشدد الأوروبي حيث قال سالفيني أن أوروبا ستصبح خلافة إسلامية ما لم تحقق الأحزاب القومية مكاسب في الانتخابات الأوروبية وتشكل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة فصلا جديدا من فصول التحديات التي تواجه بقاء الاتحاد متماسكا فصعود اليمين المتطرف وإمكانية تشكيله الكتلة الأكبر في الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا وجوديا على بقاء كيان الاتحاد لأن البرلمان يتمتع بسلطات تشريعية فهو مكلف باعتماد التشريعات الأوروبية مع مجلس الاتحاد الأوروبي كما أنه ينتخب رئيس المفوضية الأوروبية ويمارس السيطرة على المؤسسات